تضوء المسجدات التي نمت إلى علم بعض مؤسسات السجون وبناء على نتائج التحليل المعملية التي كشفت مؤخراً إصابة بعض المعتقلين والموظفين بفيروس كورونا قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب منع خروج المعتقلين مؤقتاً للعرض على المحاكم لمدة شهر على الأقل وأوضحت المندوبية في بيان لها أنه سيتم التنسيق كذلك مع السلطة القضائية المختصة بخصوص عقد الجلسات عن بعد كما قررت المؤسسة التي تشرف على السجون بالمغرب المنع المؤقت لإخراج السجناء إلى المستشفيات العمومية إلا في الحالات القصوى وفي المقابل سيتم تزويد السجون بأطقم طبية تابعة لوزارة الصحة وإجراء الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد وتضم السجون المغربية حالياً نحو 80 ألف شخص وسجلت في الأوينة الأخيرة عداد متزايدة من الإصابات بفيروس كورونا سواء في صفوف السجناء أو الموظفين آخرها حالتان لموظفين بالسجن المحلي بمدينة طنجة يوم السبت إضافة إلى ثلاث حالات في صفوف السجناء بنفس السجن وحالة واحدة بكل من السجن المحلي برأس الماء شمال البلاد والسجن المحلي لمدينة فاس وسط البلاد وشملت الفحوص التي أجريت في 73 سجناً ألفاً وسبعمائة وأربعين شخصاً من السجناء والموظفين وأوضحت المندوبية أن النتائج كانت حتى الآن سلبية في 47 سجناً وأفرج بموجة بعفو ملكين خاص مطلع إبريل عن حوالي 5700 سجين للحد من مخاطر انتشار الوباء داخل السجون كما تقرر إخضاع موظف السجون للنظام الحجر الصحي داخلها بحيث يعملون ضمن أفواج بالتناوب لمدة أسبوعين ترجمة نانسي قنقر